اشتركوا في القناة من وفاء وولاء ومن خيانة وشقاء من كذب وخداع وحتى التفاني باندفاع عجبتني القافية بدأ لنا الكاتب الأنيمي هذا بحلم طفل صغير طفل هذا يطمح انه يصير الهوكاجي يوما ما وبالفعل في نهاية الأنيمي صار ناروتو الهوكاجي وبعد ما تحقق هذا الحلم اللي لطالما انتظرناه وبعد ما جلس ناروتو في مكتبه الفاخر في أعالي كونوها أعطاها وضعية وده الحين كيف الطريقة بس جد يا جماعة خلونا نجاوز قصة الأنيمي الجميلة أي نعم فيها سلبياتها فيها عيوبها فيها شكاليات كثيرة بس برضو تظل قصة جدا جميلة وممتعة خلونا كمان نغضى النظر عن الستيديو الزبال اللي أشرف على هذا الأنيمي واللي خلاني أطفش وأسب أم الستيديو في لحظات كثيرة لحظات كانت جدا جدا رهيبة في الأنيمي بعاصوا أم أمها بفلاش باك ولا بعصوها بطريقة غبية انتاجيا ولا بالرسمة الأهبة لحيانا عموما خلونا ننسى ذا كله تعالوا نركز على شخصية ناروتو شخصية ناروتو يا جماعة شخصية تجبرك إنك تقع في حبها أنا متأكد إنه يمكن 99% من اللي تابعوا الأنيمي يموتوا في أم ناروتو مش في أم كوشينا لا يموتوا في ناروتو على أن كوشينا كمان برضو تستاهل الحب لا بس جد شخصية ناروتو تجبرك إنك تقع في حبها من يوم طلع من بطن أم كوشينا وإلى تعاسته ووحدته على هذهك المرجحة الحزينة شخصيته مليانة خير بالرغم من كل دوافع الشر اللي في ماضيه شخصية مليانة حب بالرغم من كمية الكرة الكبيرة اللي تعيش داخله شخصية مليانة مشاعر صادقة بالرغم من كل الكذب اللي يحوم حوالينها شخصية ناروتو يا جماعة الخير شخصية مرة رهيبة وتعتبر من أكثر الشخصيات اللي أنا أحبها بس تدرون إنه في عيب مرة كبير كذا في شخصية ناروتو عيب وحيد العيب الوحيد في شخصية ناروتو إنه خيالية ما في زيه في الواقع أبداً مستحيل تلاقي زي ناروتو في العالم شخصية مرة طيبة ومبالغ في طيبتها بشكل مرة مرعب بس استيل نحبه ناروتو يا جماعة الخير كان عنده كل الأسباب اللي تخليه صير إنسان شرير مثل أروتشي مارو كابوتو أوبيتو مادرة وغيرهم من الشخصيات الشريرة اللي كان لهم ماضي جداً تعيس ومؤسف أو أياً كان مثل ماضي هذا برر لنا كل تصرفاتهم في المستقبل بطريقة ما أنا ما أبرر الشر بس أقول لكم إنها مبررة عموماً بالرغم من كل المشاعر القاسية اللي صوبت سلاحها تجاه ناروتو إلا إنه كان دائماً يختار الخير دائماً ما كان يقاوم الشر اللي في داخله حرفياً ناروتو عنده كل المبررات اللي تخليه صير شخص شرير ولو صار شرير ما حادي يقدر يلومه أبداً يوم كان صغير إنين عمره مدري كم سنة وهو قاعد يأكل على راسه من المجتمع ومن القرية ومن كل شخص حوالينه بس برضو ما زال الخير فيه كبير الولد يا جماعة قلبه كبير قلبه كبير قلبه كبير قلبه أبيض قلبه نظيف اللعنة داتي بايو عموماً أنا ما نداري كيف أسهبت في الكلام وجلست أسولف عن ناروتو أنا مخصص هذا الفيديو علشان شخصية غير ناروتو شخصية ناروتو أنيمي ناروتو بشكل عام أنيمي ممتع ورسم على وجهي ابتسام وخلاني أضحك إليه أفطس في مرات كثيرة وفي نفس الوقت برضو خلاني أبكي وعيط إليه نقول تامين من يوم بدأ لانيمي لين خلصت توقع خلصت علبتين مناديل يب حسبتها تقريباً علبتين مناديل ما بين دموع حزن ودموع فرح ودموع ضحك دموع ضحك هي نفس الفرح لا مختلف المهم يا جماعة الخير أنا اليوم جايكم هنا علشان أتكلم عن شخصية لئيمة اسمها ساكورا مثل ما الكاتب كان عنده شخصية سميتها أنا حسنة الكاتب العظيمة اللي هي إيتاتشي ساكورا اللئيمة هذه أنا سميتها خطيئة الكاتب وربي خطيئة حقيقي أنا ما أعرف وش كان يحس فيها الكاتب لما كتب ساكورا هل تذكروا بنفسه هل تذكروا بوحدة كان يعرفها كانت لازق الأم في حياته بالشكل ده أنا ما نعارف بس شخصية ساكورا يا جماعة شخصية لئيمة وكريهة اللعنة وأكبر خطيئة في سجل الكاتب وفي سجل الأنمي فخلونا نبدأ إيش حبة حبة في هذه الشخصية ونفككها حتى حتى علشان أوريكم أني ما ظلمتها يعني وإنما حكمت عليها بناء على كتابة الكاتب لها فخلونا نبدأ رح نبدأ والشيب ساسكي لأنه لو لا وجود ساسكي لما وجدت الكريهة ساكورا ساسكي يا جماعة الخير كلنا عارفين أنه شخصية معقدة جدا شخصية مرت بظروف سيئة جدا من يوم هو صغير وإلى فقدان الأم وأبوه عشيرة كلها إلى القنجيتسو اللي دخلوا فيها أخوه وخلاه يشوف كل المصائب اللي صارت في عشيرته إلى الوحدة وأشباح عشيرته اللي جلست تلاحقه طول حياته ومنها إلى الكلب روتشيمارو تلاعب فيه ختم اللعنة اللي سوا عليه حقيقة يا جماعة شخصية ساسكي شخصية هبدت في كونها وبلاد النار إيلين قالت آمين شخصية حاولتها الظروف إلى شخصية مضطربة جدا بل إنه في مرحلة ما من قوة الاضطراب اللي دخل فيه ساسكي معاد صار يميز بين الخير والشر معاده دار إيش يبغى بالذات بعد ما اكتشف حقيقة تهتش اللي خلاتني أبقي عموما مهما عمل مهما سوى أين كان العيد اللي يجيبه ساسكي أنا راح أظل متفهم لأنه شخصية ساسكي شخصية مضطربة وماضيها يجيب أم الكآبة كويس إنه منتحر يعني أنا كذا أقدر أبرر له أشياء كثيرة مش باسم الشر بس باسم الواقع اللي هو قاعد عيشه أي تعالوا عند ساكورا إيش الشي العجيب اللي كون لنا هذه الشخصية الكريهة واللي تكاد تكون مفلسة كرامتها أي تعالوا خلونا نرجع للماضيها ماضي ساكورا يا جماعة ماضي عادي جدا درست تعلمت عندها أم وأب وأمورها في السليم عندها صديقة إينو واللي لاحقا باعتها بريال على شان ساسكي صديقات العمر دخلوا في مضارب على شان ساسكي المهم معلن ماضي ساكورا ماضي عادي جدا ومعظم شخصيات القصة العادية مروا بنفس ماضيها تقريبا لا تقول لي يا وجيه إلا سنمروا عليها وهي صغيرة وقالوا جبهتي كبيرة ومن يعرفيش هذا ما هو مبرر نبغى ماضي مفصل يوضح لنا ليش البنت هذه خبلة زي كذا ما في تعلقها المبالغ فيهم ساسكي ما له أي مبرر مرأة ترى أنا ما عندي مشكلة كل إنسان ممكن يتعلق في شخص معين ويحبه من طرف واحد ويا ما شفنا قصص حب من طرف واحد إلين قلنا أمين بس برضو الحب من طرف واحد له حدود له طاقة استيعابية له قدرة تحمل معينة وبعدها إيش يصير ينفجر أكثر شي خلي الحب من طرف واحد ينفجر إيش أو ينفجر الحب من طرف واحد بإسم إيش ينفجر بإسم الكرامة بإسم عزة النفس بس ساكورا لا عزة النفس عندها صفر الكرامة صفر قدام ساسكي طبعا يا عمي يا بويا يقول الشاعر عز النفس عندي راس مالي إذا نفسي بتصير ذليله وتعيسه ألعن أبوها من حياها أعيشها وألعن أبوه من حب من طرف واحد طيب تعالوا يا جماعة خلونا نشوف دوافع ساكورا يمكن في سبب وراء حبها الأعمى وقليل الكرامة هذا علشان ما نظلومها برضو أول حاجة كذا من دون سبب يوم كانت صغيرة ساكورا قالت أي أنا أحب ساسكي حطت لنفسها هدف الناس يحطوا لنفسهم هدف يصيروا الهوكاجي يقتلون أخوهم المجرم اللي كنا نتوقع أنه مجرم يسووا من يعارف إيش يكتسبوا تقنيات جديدة يصيروا أقوياء هذه حطت لنفسها هدف إيش إني أكسب حب ساسكي طيب ليش أنه ساسكي شهم وكريم وقرية كونوها تفتخر وتعتز فيه لا وقتها كان لسه صغير أجل ليش تحب بي يا ساكورا والله وسيم بس هذا السبب لأنه وسيم أوكي أوكي يا جماعة طبيعي طبيعي نحب شخص لأنه وسيم طبيعي نحب بنت لأنها حلوة بس لحظة الشخصية لها دور تحبي واحد لأنه وسيم بس إنه يعاملك بأسلوب زبالة أكيد بتسحبي على أمه في النهاية وإنت إذا بتحب بنت مرة حلوة بس شفت أسلوبها معفن أكيد بتسحب عليها مهما كان الحب من طرف واحد هذا يا ساكورا الولد وسيم وكل الشعب يتفق معاك بس ترى الولد غريب أطوار وما يحب أحد يكلمه ولا يبغى يكلم أحد يبغى يجلس لحاله برضو تحبي أيوة أوكي يا جماعة حلو البنت عندها نية أنها تغير البنت يبغى تحتوي من وحدته بس هل الولد عنده أي نية أنه يرتبط في بنت أصلا الولد ما عنده أي نية لا وعنده هدف واضح جدا من بداية الأنيمي اللي هو يقتل أخو إيتاتشي برضو مصرة تلزقيله أيوة بلزق له ألزق لأمه كمان يا يحبني يا يحبني طيب أوكي يا جماعة البنت صام لو مستعدة تقاتل بإسم الحب أوكي طبعا حب ما له أي وجود هي اخترعت وكذا أنا حب ساسكي هو بيحبني يوما ما مدري كيف خلونا نشوف وش كان يسوي لها ساسكي بالمقابل مقابل محاولاتها التعيس في إنها تكسب قلبه إيش كان يسوي لها ساسكي هل أعطاها فرصة لا هل ترك لها الباب شوية مردود وقال لها شوفي في باب مردود حاولي تدخلي لي منه برضو لا هل عمل لها مثل ما عملت رين لأوبيتو برضو لا أوبيتو يا جماعة كان يحب رين مع إنه كان عارف إنها تحب كاكاشي بس أوبيتو كان عنده فرصة هو كان يشوف إنه في فرصة لأنه رين يا جماعة كانت العابة البنت ذيك العابة تسوق أمها صراحة كانت تعطيه مساحة كده تخليه مبرش لها ويقد يتغزل فيها بطريقة غير مباشرة ما عمرها منعته ولا صدت عنه فما نقدر نلوم أوبيتو لأنه رين كانت تخليه يحس إنه في فرصة لك حاول استمر في المحاولة وكل مرة يقرب يفقد الأمل أوبيتو إيش كانت تسوي ترميله كلمة تسوي له حركة آه تقرب من وجهه حركات هذيك اللي تخليه يقول أوه لا والله في أمل في أمل معها بس تعالوا عند ساسكي عمره ما أعطى أي مجال لساكورا ولا عمره خلاها تحس إنه مهتم فيها لا اهتمام عاطفي ولا اهتمام رومانسي ولا أي بطيخ يعاملها زيها زي ناروت مجرد شخص في فريقه ويساعدها لو إضطر علشانها شخص في فريقه وعلشانها شخص يحتاج المساعدة لا سمح الله مش لأنه يحبها ولا أي بطيخ تعالوا من ناحية ساكورا تلمح له أنه يحبها يطردها تلمح له أنها معجبة فيه يقول لها يا بنت أزعجتي أهل أهل قلعي تلاحق وراه وتبكي عليه ساسكي كو ساسكي كو وبرضه يطردها ويتفل عليها يا عمي وصلت مرحلة ساسكي كان بيقتلها بتشدري بس كاكاشي منع وقفه حرفيا البنت هذه ما تعني لساسكي أي شيء زيها زي أي بنت في قرية الورق أو في عالم ناروت أنا قلت خلاص بعد ما ساسكي حاول يقتل ساكورا البنت بتعقل خلاص الصورة صارت واضحة زي الشمس الولد هذا ما يحبك ولا يحمل لك قد كذا مشاعر مفروض تسحب عليه ما فيها كلام بس برضو ساكورا قالت لا وقت حرب النينجا كانت تشتغل في مخيم المرضى فاكرين انتم جاها محارب نينجا مصاب رجال ذيبان أجود يختار يحارب مع شعب وبدال العدو إيش قالها قالها يا بنت العانة أنا معجب فيك أنا شاريك وش كان ردها قبل كم يوم كان ساسكي يبغى يقتلها وطردها إيش قالت لهذا الجندي وش قالت لهذا المحارب النينجا إيش قالت له قالت له أنا أسفى والله قلبي معلق بشخص آخر تقصد مين تقصد ساسكي ساسكي اللي قبل شوية كان بيقتلها ساسكي اللي تفل عليها وطردها ساسكي اللي طردها عشرين ألف مرة وقال لها يذلف عني بنت الحالز عشت أهلي انسوا كل شيء ركزوا لي على إنه كان بيقتلها كان بيقتلها كان بيقتلها تشدني كان بيقتلها ويا ليتوا قتلها يا ليتوا قتلها وترك معها شوية كلام ككاشي في مرحلة ما يا جماعة قال خلاص في مرحلة ماكا كاشي أعلنها ساسكي ذا لازم يقتل لازم يتوقف عند حده الولد هذا خطير وشخصيته مضطربة مرة خطير جات فرصة المين؟ جات فرصة الساكورا إنها تقتل وتصحح جميع أخطائها وتنهي المهزة اللي قاعد يسويها ساسكي إيش سوت؟ حرفيا كان عندها فرصة ما رح تتكرر إلا بعد مئة سنة كان عندها فرصة تقتله تخاذلت وقفت بسميش؟ بسم الحب يا بنت الحق الأدمي ما يحبك قبل شوي قبل عشر ثواني كان بيقتل لا أنا أحبه بعدين ما عندها بصيرة ما تشوف ما تشوف جاه في بداية الأنيمي روكلي ولد حبيب محترم واشجاع ما يهب أحد قال لا يا بنت حانا معجب فيك ومستعدة سوى إشياء كثيرة علشانك طردته أوكي يا جماعة الولد ما هو وسيم جاه ناروتو الشهم فخر كونوها وابن الرابع وابن كوشينة برضو طردته أوكي يا وجيه القلب ما يمين لأي أحد لازم يكون وسيم وكريه وغريب أطوار زي ساسكي عرفيا ساسكي وساكورا أغبى علاقة شفتها في عالم الأنيمي والأفلام والمسلسلات والواقع علشان ألخص لكم مش اللي صاير بين ساسكي وساكورا طول الأنيمي ساسكي طول الأنيمي معطيها وضعية الشاعر وقعد يقول ليش تنحي وابعدي مني البعيدة أراح الله منك العالمين حياتك ما علمت حياة سوء وموتك قد يسر الصالحين اي والله ليتها ماتت فكي نشرك من تحق ساسكي قاعد يقول لها طول الأنيمي فكينا شرك يا منتحال انقلعي ولكن ساكورا ايش كانت ترد عليه حرفيا ساكورا على العكس تماما أعطته وضعية الشاعر وقالت ايش تفل على كيفك وعلى صورتي زق وانتم بكرامه ولعن أبو يوم جمعني القدر فيك مهمة مهمة والله لا جيبك لو تشقني شق وطاردك طرد الدجاجة ورديك بس بس كذا اقسم بالله الشعر هذا يشرح حالة ساكورا مع ساسكي طبعا الشعر هذا مو كذا انا غيرت فيه شوية علشان يتماشى مع الموضوع بس لحظة يا جماعة علشان ما نظلم ساكورا يعني ساكورا عندها حسنة واحدة في هذا الأنيمي حسنة واحدة ما رح نقدر ننكرها أبدا مش هي الحسنة هذه يا وجيه البنت يا جماعة الخير جابت راسه جابت راس ساسكي في النهاية شخصية تبن مكتوبة بقلم من تبن معني داري وش كان نحس فيه الكاتب لما كتبها حرفيا إذا أنت تحب ساكورا أول شي أنا آسف لك واسأل الله أن يجيرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها اللي يعني النسوان في كونها اخترت ساكورا طيب يا جماعة الخير قبل ما نقفل الفيديو بنجاوب على أسئلة كانت تجيني كثير وقت البث وبعض الأسئلة هذه تعتبر أسئلة شائعة حول أنيمي ناروته شخصيات طيب السؤال الأول يقول من أفضل هوكاجي الرابع ما فيها كلام وهل يخفى القمر وميض كونها الأصفر أسوأ هوكاجي ما في غيره أبو زق ساروتوبي أسوأ عهد مرت عليه كونها كان في عهد ساروتوبي أفضل شخصية في الأنمي مع الحب الكبير إيتاتشي الأسطورة الشهم اللبيب القوي الظاهرة أفضل سينسي من ناحية الشخصية الرهيبة طبعا مش من ناحية القوة قاي سينسي يا جماعة يفوز بجائزة أفضل مدرب خفيف دم ويعرف يشجع تلاميذه قوي ويؤمن بعقاب النفس هذه بحد ذات تخليه أفضل سينسي أفضل شخصية نسائية سونادي ما فيها كلام العجوزة الشابة أفضل بنت في عالم ناروتو هما ثنتين ولا عزاء للبقية نيناتا وتيماري وكونان كمان صراحة كانت لطيفة أفضل شخصية ما ظهرت كثير ناب قرية كونها الأبيض أبو ككاشي ضحية العادات والتقاليت أفضل شرير ودي أقول ما دار صراحة بس بروح مع بين من أمتع الأركات للأمانة أرك بين أسوأ شرير أنك ركابتو ما فيها كلام أفضل ثلاثي أفضل ثلاثي ما فيه ولا ثلاثي مثالي لازم في كل ثلاثي كذا في واحدة واحدة يخرب أمها أفضل شخصية من خارج قرية الورق كيلر بي بقا يرو كونه يرو أكثر شخصية تضحكك قاي سينسي أكثر شخصية تستفزك أنت لسه تسأل ما يحتاج شخصية ما لها لزمة بالأنيمي تاني أنت لسه هتسأل أفضل تقنية تقنية الرابع مرة رهيبة أسوأ تقنية إيدو تينسي لا بارك الله فيما نختراعها صح أنها أضافت للأنيمي كثير بس إيدو تينسي قلق قلق وقروش معا تصدر ندري كذا في مرحلة ما اللي يموت ما ندري ممكن نرجع في أي لحظة أفضل أرك أرك بين أسوأ أرك والله ما نعرف ويش اسم الأرك هذاك بس لما راحنا روتو سايو ياماتو ساكورا وقابلوا أروتشمار وكابتو واتضاربوا معاه الأرك هذاك كان ممل ويجيب أم 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 الصداع طيب تقريبا هذي أهم الحاجات أهم الأسئلة في ناروتو بس لحظة يا جماعة قبل ما نقفل الفيديو حطوا في بالكم حاجة كاكاشي جيرايا الشخصيتين هذي فوق الوصف الشخصيتين هذي لها معزة خاصة في قلبي ما يعلم بها إلا الله يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة لو أعجبكم الفيديو ضغطوا على زر اللايك وتعالوا تابعوني على تويتش لو أنتم مهتمين عندنا بثوث بشكل شبه يوم نتابع فيها أنميات ونسولف ونضحك ونأخذ ونعطي رح تلقوا كل حسابات إما فيها الدسكورد والتويتش موجودة في صندوق الوصف أعطيكم العافية كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم